كلام مهم بخصوص القناة اهلا بكم شوية كلام بسيط كده بس عشان نعرف احنا رايحين فين فيه اخ اسمه حسين صبور بعت اقتراح كان مفيد جدا لينا ان احنا نعمل بلاي لست او قوائم للفيديوهات بتاعتنا بحيث ان انا اصنفها عشان اي حد داخل جديد على القناة او لسه مبتدئ على الجتار يعرف راسه من رجليه فحيبدأ طبعا بالفيديوهات بتاعت المبتدئين بعد كده هيبدأ لو عايز يعرف حاجة عن الكردات في جزء عن الكردات لو عايز يعرف حاجة عن السلالم هيشوف الجزء بتاع السلالم لو عايز يبدأ في الكورس الار جي تي هيبدأ في الجزء بتاع الار جي تي عشان يبدأ في حاجة يعني لها بناء معين او هيكل معين في التدريس اللي عايز يعرف شوية فلامينكو يعني فيه من كل الالوان بس متقسمة زي ما احنا هنشوفها دلوقتي على القناة بتاعتنا فاللي عاوز يدخل يبتدي يدور على البلاي لست عشان ينقي منها الدروس انا لاحظت ان عدد الدروس كتر قوي فعنى ربنا يزيد احنا وصلنا تقريبا ميت فيديو متسجلين فاتمنى اننا نزيدوا من يبقوا الف فيديو ان شاء الله لغاية ما انا معرفش اقول لكم ايه يعني ده اول حاجة تاني حاجة انا عندي اقتراحين اول اقتراح منهم ان احنا نعمل حلقة من حلقات الفيديو للاجابة على الاسئلة فارجوكم اللي عنده سؤال يحط السؤال بصيغة محددة بحيث ان انا اقدر افهمها ويحطها لي في التعليقات باذن الله احاول في الحلقات القادمة اجيب السؤال نفسه واحاول ارد عليه بحيث ان انا افهم صاحب السؤال وفي نفس الوقت كمان الناس اللي معنا في القناة تستفيد من السؤال ده لان نلاحظت ان الاسئلة متكررة وبالذات من الناس المبتدئين بيسألوا عن حاجات ازاي نبدأ يعني ايه الكوردات ايه دي بتوجعني لما باعث على الجتار الكوردات صعبة علي الكوردات البري مشكلة كل الاسئلة دي بتتكرر من ناس كتير اوه فنحب نعمل حلقة للاجابة على الاسئلة عشان دي ممكن تفيد ناس كتير تاني اقتراح لاحظت برضو ان الناس بتسألني او ناس بتعلق بصفة عامة بتقول احنا وقفنا خلاص يعني مش عارفين نتقدم مستوانة في الجتار زي ما هو ما بيتقدمش الكلمة دي هتبقى متكررة شوية مع الناس اللي هي بدأت وقطعت فترة لغاية ما اذهبت على الجتار وخلاص وعارف يعمل كوردات اساسية بس وبعدين يعني نعمل ايه بعد كده ما فيش حاجة ما بتقدمش ما فيش اي طفرة جديدة عندنا في الجتار في اللحظة دي اعتقد ان احنا محتاجين نعزف كمجموعة او نعزف مع بعض او نعزف حاجة نرتبها مع بعضينا فانا حبدأ اختار بعض المقطوعات هتبقى من كتب مختلفة او من مصادر مختلفة المقطوعات هتبقى سهلة للجميع بحيث ان انا مقطوعة مقطوعة مثلا ناخد مقطوعة كل اسبوعين او كل شهر مثلا المقطوعة دي هتبقى محتوطة عن نوتا وهشرح النوتا بتاعتها وهشرح العزف بتاعها من النوتا وفي نفس الوقت هحط الكردات بتاعتها وبحيث ان احنا نعزف الكردات برضو ونتمرن على الكردات ونتمرن على المقطوعة دي المقطوعة دي لو انا عزفتها هقدر بعد كده الكردات اللي متركبة عليها المقطوعة ديت هحطوها متسجلة برضو فانت هتقدر تعمل حتى كمان المقطوعة تعزفها مع نفسك كأن الفرقة بتعزف معاك لو ما عندكش فرقة وفي نفس الوقت لو انت شلت الجزء بتاع المقطوعة نفسه وحطيت ارتجال من عندك ده خلاص كده انت عملت ارتجال وحتبتدي المقطوعة وهي في ودنك تبتدي الارتجال بتاعك يقرب منها فهتبتدي تحرك على السلالم بتاعتها وهنتدي نتكلم على تحليل المقطوعة نفسها هي من سلم ايه ونقترح الموضوع وجهة نظر يعني ممكن واحد يقول وجهة نظر وفي المقطوعة انه هيعمل على السلم كذا ويطلع منه على سلم كذا ويعمل كذا وبعد كده يخش وينهي المقطوعة بحاجة مثلا عالية واحد تاني يقول لك لا انا مش هعمل كده انا همشي على حاجة معينة وسلم معينة وده اللي انا هعمل عليه واحدة اختار صوت للجتار صوت كلاسيكي لذيذ جدا من الجتار الكلاسيك بتاعه واحد تاني بيلعب الكتريك وعنده بدلات مثلا اقول لك لا انا هعمل عليها الصوت مثلا وهعمل المقطوعة يبدو انها يعني لطيفة وسلو بتاع بس هعمل عليها سولو فيه ديستورشن فهيفتح لنا ابواب كتيرة وافاق كتيرة واعتقد ده هيحل مشكلة الناس اللي بتقول احنا وقفنا احنا وقفنا ده معناه انك انت عاوز تحفظ حصيلة من المفردات يعني تحفظ جمل الجمل دي هتجيلك منين يا اما مقطوعات عزفتها او اغاني عزفتها فتبتدي تكررها ويدنك واخد عليها وايدك واخد عليها فتبتدي تكررها فعسفك فتبدأ الجمل بتاعتها تتشرب جواك زي بالزبط لما احنا كوننا صغيرين في ابتدائي وابتدوا يحفظونا في كتاب المطالعة شعر طب احنا حفزنا شعر ليه مقلفناش احنا شعر على طول ليه لا ما انت لازم الاول تحفظ وتعرف شعر الاخرين ايه عشان تلاقي جواك انت الحصيلة بقت عندك تقدر انت تطلع منها من غير ما تحس هتلاقي نفسك بتطلع مفردات لغوية جملة هنا عجبتك جملة هنا ما عجبتكش حتى تفاداها كلمة هنا عجبتك تحطف جملة تانية خالص من تأليفك اللي عاوزة تتقدم في الجيتار ومستواها بيقولوا ان هو وقف هو ما وقفش ولا حاجة هو انت محتاج جديد عشان تغزي نفسك وتبدأ تتطور في الجيتار مفيش حاجة بتقف كلنا هنفضل نتعلم لغاية ما هنموت انا اذكر في بدايتي اول فكرة جات لي خالص ان انا اعز في الجيتار يعني كنت في الجامعة في داخل في اعدادي كلية في كلية الفنون الجميلة باسم العمارة وكان صديقي المهندس العماري وحبيبي عماد الدين سمير عماد كان انتيمي في الجامعة وكان شريكي في كل الافكار المجنونة يعني اللي احنا بنعمله كان هو غاوي الكمبيوتر وبتاعه انا تعلمت الكمبيوتر منه كان غاوي تصوير فوتوغرافي تعلمني التصوير الفوتوغرافي وانا كنت غاوي اشوف المزيكة واعرف التفاصيل بتاعيتها ايه فبقيت ااخدوا معايا ونروح التوكيلات بتاعت الموسيقى نعرف ايه الالات الموسيقية ونعرف ايه الكلام ده فخدت وروحنا توكيل الشركات بتبيع كيبوردز خدت وروحنا توكيل شركات بتبيع الجتارات وكان الموضوع يعني مشوق جدا لينا اه تمن الجتار على ما اذكر كان جتار يا موها ممتاز جدا كان جتار اه فولك وكان الكترو كمان يعني ممكن توصل بالامبليفار على طول مش محتاج انك انت تحط له مايكروفون وكان تمنه ما يعادل بالمصري ميتين وستين جنيه يعني حوالي كان ساعتها الدولار باتنين جنيه ونص مثلا باتنين جنيه وستين قرش يعني كانوا حوالي ميت دولار ميت دولار دي كانت ساعتها برضو كبيرة بالنسبة لنا ما كانتش يعني في متناول الجميع ميتين وستين جنيه دي كانت مصروفة جامدة يعني ممكن يكون مصروفي مثلا في الاترة اربعة تشور يعني عشان اجيب جتار واحد طبعا ما كنتش هقدر اجيبه يعني فدلوقتي انا بقول للناس يعني احنا تدهورنا لدرجة ان الجتار التعبان اللي انا كنت ساعتها مثلا مش هقدر اجيبه او مش حارد اجيبه يعني الجتار دا دلوقتي بقى بقى الفين ونص وتلات تلاف جنيه ما يعادل برضو هما الميت دولار بس احنا يعني للأسف نزلنا شوي اخلي احلامك دايما سابق قدراتك ودايما لما تلاقي نفسك وقفت في محطة ما تبصش المحطة اللي انت وقفت فيها وتقول خلاص كده انا يعني مش عايز اكتر من كده انا عايز اعرف كردات بس مش عايز اتعلم مش عارف ايه مش عايز اعرف نوتا مش عايز اعمل انا اساسا مش هلحن ولا هعمل ولا بتعمل خلاص طالما وقفت في الطموح لغاية كده خلاص هتوقف يعني انت عايز ايه فكل ما انت دايما طموحك هيسبق خطوتك اللي موجودة فيها دي هتفضل عندك امل انك انت حاجة تتحرك عشانها ودايما حط الهدف قدامك عشان تتحرك عليه ما فيش حد بيحط الهدف تحت رجليه وقول خلاص انا وصلت كده بتاقي بخلاص انت طول ما انت عايش طول ما فيه الهدف بتاعك ببعيدة عنك عشان تقرب منه وتشعر بلزة الطريق في الوصول لهدفك دا حط اهدف مرحلية توصل لها بس دايما حط اهدف استراتيجية كبيرة بعيدة عنك عشان تفضل تتحرك لها باستمرار وتغزيها بشوية اهدف مرحلية كل شوية عشان تقدر تتحرك للهدف الكبير اللي انت عاوزه دا وحدد بالزبط انت عاوز تعمل ايه من الجيتار واشوفكو الحلقة الجاية اشتركوا في القناة